تصور أن الأمل فقط هو أن الإمام يظهر ويجلب لنا حياة سعيدة هذه إساءة أدب مع الإمام الحجة عليه السلام لأن ساحة الأمل مع الإمام الحجة ساحة كبيرة هذا مصداق، هذا نوع من أنواع الأمل مع الإمام الحجة وإلا ما معنى هذه الروايات التي تقول من مات منتظراً لإمامه من مات منتظراً لإمامه فكأنه ضرب بين يديه، فكأنه استشهد بين يديه كيف نال الإنسان هذه المرتبة؟ إلا من طريق إمامه إلا من طريق لطفه هذا هو لطف الإمام هذه هي رحمة الإمام والقضية تذهب إلى أبعد من ذلك حتى لو مات الإنسان ألا تقرؤون في دعاء العهد فأخرجني من قبري مؤتزراً كفني شاهراً سيفي إلى آخر الدعاء أخرجني من قبري تلاحظون كل شيء ما رده إليه إذن هذا تصور خاطئ أن نجعل أملنا بالإمام صلوات الله وسلامه عليه هو فقط في أن يظهر وينشئ دولة الحق وحينئذ يتنعم المؤمنون في حياتهم هذا تصور خاطئ تصور ضيق بهذه الحالة نحن نضيق على أنفسنا نضيق شيئاً واسعاً آمالنا مع الإمام لا حدود لها لأنه هو لا حدود له هو لا حدود له فالآمال أيضاً لا حدود لها القضية غير مرتبطة فقط بظهوره الشريف الآن في حياتنا وعند الموت وفي البرزخ وعند الرجعة وما بعد الرجعة وفي يوم القيامة وحتى بعد يوم القيامة النبي صلى الله عليه وآله ألا يقول لأمير المؤمنين أنت الذي تدخل أهل الجنان في جنانهم وأنت الذي تزوج أهل الجنان بأزواجهم وأنت الذي تغلق أبواب الجنان وتنادي يا أهل الجنان خلود خلود وأنت الذي تدخل أهل النيران في نيرانهم وأنت الذي تغلق أبواب النيران عليهم وتنادي يا أهل النيران خلود خلود هذه معاني تقريبية على قدر عقولنا قضية أعمق وأكبر وأوسع من ذلك لأنك حينما تقرأ في دعاء السحر اللهم إني أسألك من رحمتك بأوسعها وكل رحمتك واسعة أنا مظهر من مظاهر رحمة الله وأنت مظهر ولكن ما هو مقدار هذا المظهر المظهر الأوسع هم من رحمتك بأوسعها اللهم إني أسألك من رحمتك بأوسعها المظهر الأوسع هم ونحن لا نستطيع أن نتصور هذه السعة لا تستطيع أن تجمع البحر في إبريق لا يمكن عندك إبريق استكان أصغر من استكان أصلا لا تستطيع أن تجمع البحر في إبريق هم أوسع أوسع بكثير أوسع من كل هذه المعاني التي نتصورها فحينما يكون الحديث تحت هذا العنوان الأمل الأمل هم صلوات الله عليه وحديثنا هنا عن إمام زماننا الأمل في دنيانا هو والأمل في ديننا هو والأمل فيما بعد الموت هو والأمل في مواقف يوم القيامة هو ألا يقول إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه أنه من يزورني على غربتي وفي غربتي أحضره في أصعب المواقف في أي المواقف عند الميزان عند تطائر الصحف في أصعب المواقف وفي أشد المواقف وما يقوله الإمام الرضا هو نفسه بعينه يقوله إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه الحديث طويل والكلام يتشعب ترجمة نانسي قنقر